اشتركوا في القناة 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 كان ترند ساعة عشرة ليه كانت اتناشر عندنا كان اسم غينيا بيساو. عشان محمد صلاح. عشان محمد صلاح. يعني الاهتمام بأداء محمد صلاح في ليبربول كان يمكن يكون اعلى من مصر. يعني محمد صلاح وصل غينيا بيساو وتبقى ترند. شوفت فاقلق مش مصر كمان الترند ولا صلاح. دي غينيا بيساو. وصل غينيا بيساو. بالضبط. يا اختهم. يا اختهم بمحمد صلاح. بعدها عندهم مثلا اسم ممثل برادلي والش. بعدها نوتنج هام فوريس كان عندهم ماتش. فهو اهتمامهم رقم واحد في الوقت ده. او في الساعة دي كان غينيا بيساو. بيساوي بالهدف بتاع محمد صلاح. طبعا. مفهوم. بشكل كبير. هنروح بقى اخر صورة معاينة. الهاشتاكز اللي كانت النهاردة ترند قبل الحلقة. الهاشتاكز اللي كانت موجودة الساعة دوش. النهاردة كان عندنا الجزائر رقم واحد في مصر. ماتش طبعا الجزائر كان ماتش. يعني مش هقول صادم بس الناس مكادش متوقع الأداء ده الجزائر. ولا الوضع اللي هي فيه دلوقتي. والموقف اللي هي فيه دلوقتي. خلينا خلينا جهاد واقعيين. الواقع بيقول لي. هيقول لي الحاجات النظرية الطبعية. ان احنا طبعا زعينا على الجزائر. طبعا ميدايقين ان الجزائر النهاردة تخسر المنتخب عربي شقيق. بس الناس بدأت تتكلم على الجزائر كمنتخب قوي. مصر ممكن تباد عن مواجهته. ده اللي كان موجود. دي حقيقة. بس هي الفكرة كمان يا كريم. هل احنا بنتكلم عشان هو المنتخب يعني عشان المنافس بتاعك شكله اضعف. انت شكلك بقى مقبول ولا لا. هو ده المشكلة. بس سوشيل ميديا بتقول لنا ان هي برضو مش قابلة خالص ان منتخب مصر يكون اقل من اللي هم متعودين عليه. يمكن احنا شفنا كمان قبل الطيارة بتاعت الجماهير اللي كانت قبل المباراة اللي فاتت كانت مسافرة. فلاقينا صور مثلا المسجس موجودة على التشيرتات او رسائل موجودة على التشيرتات بعض جزء طبعا صغير من الجماهير. وهي بتطالب برحيل كيروش وحاجات كده. بس احنا بنكلم بقى السوشيل ميديا رد الفعل على حاجة زي دي. هل انت متوقع يكون ان هم وهم طبعا غضبانين من كيروش بسبب نتيجة الماتش اللي قابله بتاع نيجيريا. هل كنت متوقع ان السوشيل ميديا تساند الرسالة دي ولا تساند كيروش في الموقف ده. لأ تصورت انه ممكن يسانده الرسالة. ويلا بقى بالمرة وهاته حسام حق. كان هو التيشيرت عشان نفكر ان. بصبت وخسرات من نيجيريا في مباراة وانت متوقع ان هو كان يعني في ناس كتير شايفة ان هو عمل حاجات كتير غلط في التشكيل. بس لأ. لقينا ان احنا انا يعني واحنا بنشوف على السوشيل ميديا شوفنا ان اكتر من سبعين في المية من ردود الفعل على الرسال دي كتت ضدها. صح. الناس كتت شايفة ان لا احنا المفروض نساند المنتخب حتى لو شايفين ان كيروش عنده مشاكل او عنده اخطاء او كده. فهل يعني تعامل الناس مع سوشيل ميديا او مع اللعيبة او مع النتائج بقى على السوشيل ميديا بقى سيء. لا. اعطاك ان هو بيتحق. انا عايز اقول لك حاجة قبل ما نروح للباقي. بس في حاجة كده في سوشيل ميديا هتلاحظيها. ان هو احنا اللي هو ايه مش عارف الماس اللي هو اقره امني واقره اللي هو القصة دي اللي هو كلنا نهاجم كروش. بس لو انت بقى تروح الملعب وتبوز المنتخب وتهد المنتخب بتشرط مكتوب عليه حسام حسن عايزينه مع الكامل اللي احطان طبع للكابتين الكبير كابتو حسام حسن عايزينه هو ليجي يضرب المنتخب كروش يمشي. لا تعال عندك بقى احنا مندعم منتخب مصر نعم. لكن غير كده احنا ممكن نكتب تويتات نقول لا المنتخب وحيش والمتخب مينفعش. لا يا كريم بيأكدلك ان مثلا ان الجمهور المصري تلت تربعه اهلي وزمالك. لان ده هو اتيتود الجماهير الاهلي وزمالك في التعامل مع العيبتهم. هما ممكن ينتقدوا اللعب ده وهو بيقدي اداء سيء. لكن اول ما هيلاقي ان فيه حملة عليه. او ان الناس بتنتقدوا بشكل زيادة عن اللزوم او يعني هتأثر عليه بالشكل السلب. لا بتلاقيهم بيدعموا بالمناسبة بس عشان ندي الشاب ده حق. يعني بعد كده غيرت تي شيرت بتاعه وبعد كده. واعتذر وقال ان انا كنت شاصة. اي او وضح موقفه اي او. انا بلا حتى ما قلت كده انه مش عايزين نشغيله هو الحكاية كلها. اي او طب. بس خليني اقولك كمان ان بعد الجزائر النهاردة في الترينز كان كورتوا. طبعا انا عارفك كريم ان انت كم بتشارجع ريال مدريد فكورتوا. ان عملت عليه عملت له حفلة مقدمة. لأ وكورتوا شال ضربة جزاء وشال كورة خطيرة جدا في وسط المطش. مطش ريال مديد واتليتك بالباو السوبر الاسباني فاينال السوبر الاسباني. مهما تكلمنا عن اي فرق اوروبية وشعبيتها سواء في مصر او في البلاد العربية. ريال مدريد وبرشلونة. مهما كانت الاسامي اللي فيهم قليلة او مش قليلة. هم اعلى هايب بالنسبة للاندية الاوروبية. حتى مع رحيل ميسي ونندو. حتى مع رحيل ميسي ونندو. وقت مطش قوي لريال مدريد حتى لو الطرف التاني مش بارشلونة ومش كلاسيكو. لا بتلاقي الاهتمام بيهم اعلى حتى من الاندية الدوري الانجليزي اللي هي اقوى منهم دلوقتي. فعشان كده منلاقي كورتوا رقم اتنين. منلاقي رقم تلاتة غينية الاستوائية. رقم اربعة مودريتش. خمسة مدريد. ستة هلا مدريد. سبعة مارسلو. اي بلد عربية لو شفنا الترينز بتاعتها في وقت مطش ريال مدريد او برشلونة. حنلاقي هو ده اهم حاجة عندها حتى لو في عندها دربيات الدنيا كلها. انا فرحان اوي ان المودريتش بالترينز. انا ايبا عظيم اوي. اي جتنا. ستة وتراتين سنة. هو كروس صراحة يعني حيلة. بتقعد مع زمالي النهاردة بنفرج على المباراة. فعلا مودريتش وتوني كروس خلوا اللي يجي بعديهم في وسط الملعب في الريال مدريد هم بعيد اوي. هم بعيد عارفة اللي هو حاجة بتباتى كده اللي هو انتو ايه يا جماعة المستوى ده يعني تيد اوي يعني مدريدش لحد الوقتي بيجري وتقلق ويبدع في المباراة بشكل عظيم جدا. طيب. الدعم بقى الحقيقي زي ما انت بتقولي. من لحظة دعم على السوشيال ميديا المنطقة مصر قبل ما وجد السودان. من لحظة تفاقل ما. عشان انا بدور على التفاقل. بقى لي تلاتين بدور على حد متفاقل. من لحظة اي حاجة. خلي اقولك ان الحد قبل المباراة اللي افتتحية بتاعتنا امام نيجيريا كان فيه دعم كبير جدا. وكان الناس كلها متفاقلة. والناس كلها كان فيه يعني تون ماشي او يعني نغمة ماشية. لا ده مصر هتاخد البطولة السندي. ده مصر هتفاجئنا. كل ده بيسخن. لكن بعد نيجيريا احنا. لا انا بصراحة يعني كان من المرات الاوليلة اللي ما شوفش فيها اي حاجة ايجابية. على السوشيال ميديا. لا كان كان الموضوع كان فيه غضب جماهيري كبير جدا. بس اعتقد ان هو بعد مباراة غينيا بيساوي. رغم ان الاداء ما كانش احسن. حاجة بس هدي بشكل كبير. الناس بترجع. الناس عندنا برضو بترجع. حتة ان احنا لأ دعم المنتخب مهم بيرجع تاني مع اول نتيجة كويسة. عشان كده احنا بتقول اللعيبة ممكن تضحك عالجمهور بشكل سهل جدا. صح. خسارة الجزائي النهاردة كمان فرقت. بشكل كبير حاسست. هي مش فكرة انت بتحسن. طبعا بقرار تاني. طبعا بقرار تاني. عشان بس لو حد سمع ممكن احناين بياخدوا الكلام. زعلنين والله لخسارة الجزائر. نحسنا الجزائر بمنتخب كبير وراءة جدا. ان شاء الله يا رب يكمل ويكسر المباراة اللي جاية قدامك وديفوار. بس لما بنيجي نتكلم كورة. وبالدوارة على منافسين ديكي. فالدوارة على الاسهل. فالناس يا كمان الفكرة مش فسهولة كريم عندما انت بتحس ان المنتخبات الكبيرة. يعني احنا حتى واحنا شايفين الجزائر مثلا النهاردة نتيجتها مش موفقة او الاداء في المباراتين ما كانش موفق. بس انت متأكد ان الجزائر بنسبة كبيرة ممكن تسعد. صح. لان هو منتخب كبير. صح. فبيديك امل ان انت حتى لو شكلك مش حلو فانت زي المنتخب الكبير هتقوم. سعرف الفريق. بصراحة يعني. ان الجزائر في المباراتين. مبارات عادل فيها قدام سليليون. مبارات خسر فيها قدام غينية الاستوية. لعبوا مباراتين حلوين. تحدينا الشوت التاني في السليليون والمبارات كلها في غينية الاستوية. وكان بيواجهوا سوق حظ. ولعبوا. ووصلوا لجون كتير. هو ده بس الفرق. بيننا وبين الجزائر. ان احنا في المباراتين واخدين تلات نقط وكاسبين مباراة ومش مبسوطين. هو الغريب بالنسبة لي كريم ان في المباراتين برضو الفرقتين المنتخبين اللي كانوا قدامهم هم اللي الناس كانت مستغربهم. صح. يعني الناس ما كانتش بتكلم على على ان الجزائر كانت بتهاجم كويس عشان شايفة سليليون بدفع كويس. فالناس كانت رايحة كلها ايه ده مش معقول ده منتخب غريب قوي. صحيح. او ايه ده احنا مكناش متوقعين وكده. صحيح. فهو ده اللي اللي ظلم الجزائر اكتر. مزبوط. يا تشرفتيني ونورتيني ودائما بستمتع يا كريم. انا دايما مبسوطة وانا معاك. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب دايما في انتصارات. يا رب منتخبنا الوطني يوصل لابعد نقطة. ابعد نقطة بالنسبة لنا هو كاسي بطولة ان شاء الله. نفيش غير كاسي بطولة نقدر اه نقدر نحلم نحلم نتفائل يا ريت شوية. وكروش كمان يساعدنا ان احنا نتفائل اكتر الفترة اللي جاية. اشوفكم يا رب على الافترة. موسيقى